اهلا وسهلا السلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين رمضان قادم على الابواب انا الدكتور عصام جودة استاذ الامراض الصدرية جامعة اسكندرية النهاردة في عجالة كده هنتكلم عن مرض لطيف ولذيذ وجميل اسمه مرض الحسسية اللي هو يعني الناس بتخاف منه لكن ملوش داعي ان احنا نخاف منه في امراض تانية زي السكر والضغط والقلب وقدر الله الحاجات السرطانية دي الحاجات اللي واحد يعني بيخاف منها هي مرض الحسية يعني شوية كحة وشوية بلغم كل الناس بتكحة وكل الناس بتزيق صدرها بس هو عيبه انه هو طبعا بياخد وقت وانه هو بيجي في فترة العمرية من الانسان اللي هي بتبقى ايه الاطفال واحنا تبقى طبعا بنبقى خايفين على اطفالنا والشباب مع الكبار فيعني الفترة العمرية دي الواحد دايما بيحب انه هو ما بيبقاش يعني ايه عنده اي مشاكل صحي طيب هنتكلم برضو كلام مش علمي علشان كل الناس تبقى معانا فيه وتفهمه هي الحسية عبارة عن ايه الحسية تعرفها بيقول لك ضيق في الشعب الهوائية بيبقى اه 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 اناتج عن التهاب في الشعب الهوائي طيب اه العلماء لما جم يعني يتكلموا عن العلاج بتاع الحسية قالك هنعالج المسببات الفيسيولوجي الفيسيولوجي اللي هو ضيق في الشعب الهوائي الضيق ده لازم ديله حاجة تفتح زي موسعات الشعب الهوائي زي مثلا لو انتو عارفين الفنتولين والانفلاميشن او الالتهاب ده انا عالجه بمضاد الالتهاب احسن مضاد الالتهاب في الدنيا هو الكورتيزون قالك حلو اه 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 هندلهم حباية كورتيزون وحندلهم حباية بنتولين طيب هل الحسية ده عرض ام مرض لا ده مرض طيب يعني بيقعد فترة مع الانسان مش شوية برده وحيروحوا بعد اسبوعين ولا ثلاثة ولا شهر طب الله اه اه يبقى معا كده انا حضر قدي العلاج ده فترة طويلة مجدي سنة مجدي ست شهور مجدي ثلاثة شهور وفترة الربيع وفترة الخريف فيه فترات طويلة حياخد فيها هذا المريض العلاج ده طيب نقدر ندي كورتيزون وندي فترات طويلة لأ ليه لأ لان الفنتولين بيعمل ضربات قلب وبيعمل رعشة في الجسم والكورتيزون ده بيعمل شكر وبيعمل ضغط وبيعمل كوشن سندروم بيعمل كلا لقدر لبان عاجات كتيرة كترك في العيد يبقى ما قدر شديه فالعلماء عاديوا يفكروا اعملين اعملين ندي العلاج ازاي فعارفين ان هو في علاج موضعي قالك نعمل دهان كده يبقى بيضايع الارتكارية اللي موجودة في الجسم او الاكزيمة من غير ما يمتص وكذلك في العين القطرة ما بتعملش حاجة قالك يبقى انا ادي له حاجة عن طريق الفم تخش على النفس وتطلع مع النفس قالك اعمل ايه انا ادي له بخاخة يبقى البخاخة وظيفتها انها بتخش مع النفس وتطلع مع النفس لما بتيجي السيدة عندي وبنتها وقولهم الله عندهم شوية حسية بنتك وهنديها بخاخة تقول هي فيها كورتزون ايه فان فيها كورتزون لان هي احنا بندي الكورتزون عن طريق البخاخة عشان ما نقزيش بنتك الدواء بيخش الجسم بيروح الكبد وبيروح الكلا بيقزي عن طريق البخاخة بيخش مع النفس وبيطلع مع النفس ما بيقزيش لان الناس كلها بيبقى عندها خوف من موضوع البخاخة ده هو تقول لك ابو بخاخة هو ها لكن البخاخة ده علاج سهل جدا وحاليا مع التطور الحديث البخاخات في منها انواع واشكال حاجات بالكابسولة وحاجات بتلف وحاجات بتاع ما بقاش فيه الدخاخة التقليدية وفيه طبعا بخاخة التقليدية ولكن يعني فيه انواع واشكال وبتعطى مرة واحدة في اليوم او بتعطى صباحا ومساءا حسب تعليمات الطبيب لانها بتبقى لخاخات طويلة المفهول او اجهزة شفط طويلة المفهول ممكن تعطى مرة في اليوم او ممكن تعطى مرة تيم في اليوم ما بقتش بعض خلاص طيب احنا دخلنا كده ايه على الحسام الاخر على العلاج لان احنا التعريف بنقول فيه العلاج طيب هنتكلم برضو عن الصيام احنا دخلين على شهر رمضان اللي عنده حسية يصوم والله اللي عنده حسية يصوم طالما انا الحسية بتاعتي مستقرة زي اللي عنده ضغط يصوم اه الضغط اللي عنده ضغط يصوم طالما ان الضغط عنده مستقر ولكن ازا كان عندي ازمة في الحسسية او النهاردة عندي اتاك او النهاردة انا مقزم يبقى انا مقدرش اصوم الدكتور حروح للدكتور حيقول لي افطر انه هو هنا الدكتور اللي بيتحاوم من الزند وهو لو ما قالكش يفطر يبقى هو لمزنب لان ما ربنا مدينا رخصة والرخصة دهيت ان احنا نتابع قولي الامر او نتابع اللي بيفهم في هذه الحالة هو الدكتور والدكتور المتخصص حير طيب الحاجة نمرة اتنين هو المريض الحسية ايه التعليمات اللي هو لو صام يمشي بيها ان انا اشب سوايل كتيرة في الفترة ما بين الفطر والسحور عشان الحساسية بتحب دايما السوايل ما بتحبش ان يبقى فيه جفاف وإلا البلغن بينشف في جوه وبيسد الشعب الهوائية ويسبب ازمات يبقى دايما لازم يبقى جسمنا مرتب بيبقى نشف سوايل كتيرة وخصوصا الفترة اللي هي ساعة متصحر كده ساعة الصلاة الفجر قبل صلاة الفجر طيب الاكل ما انا مش لازم بقى اكل شطة وفلفل ومخللات وحاجات فيها املاح لان هي دي حتخليني عايزة اشرب مية كتير حتى بالنسبة لناس الصايمين بصفة عامة مش بالنسبة لناس بتاعت الحساسية وبرضو ما كيلش اكل تقيل يكتم على نفسي ويديق النفس ويضغط على الحجاب الحاجز ويتقوم اعراض الحساسية ايه تظهر بطريقة ايه اكتر طيب اخر حاجة بالنسبة للصيام انا باخد العلاج بتاعي بعد الفطار وباخد العلاج بتاعي بعد السحور وبتوكل على الله انوص يوم وصوم نفرد ان انا وانا ماشي شميت ريحة نفاذة انت عارفين المريد الحسية لو شم ريحة نفاذة ممكن ان هو يقزم حصل الكلام ده تبعا اعمل ايه انا قزمت حموة افطر ليه كنان ستفطر طيب لو عايز حاجة عشان ما افطرش اعمل ايه استعمل البخاخة بتاعتي يعني انا لو استعملت البخاخة بتاعتي ما افطرشي طالما انت بتستعملها علشان تعينك على الصيام لانك انت من غيرها هتفطر فانت بتستعملها علشان ما تفطرش وهي لا فيها اكل خلي بالك ولا فيها حاجة واغلبها بيروح للرقة ويطلع من الرقة يعني ناس بصغيرة جدا اللي بتروح في الجوف وده غزبا عننا زي ما الاطفال عندنا في المدارس يطلعوا في الجرس الفوسحى اجري وهم صايمين ويجروا على ايه على دورة المية ويروحوا شاربين بقق مية هم مش واخدين بالهم ده سهوة هقولوا كده فطر لا السهو ما يفطرش زي احنا بنتمضمض واحنا بنتوضى طيب ما هو الوضوء ده بققي فيه مرتب هل انا بتمضمض عشان ارتب بققي ولا بتمضمض عشان اتوضى وصلي حتى لو ربع في المية نزل فده غزبا عن فده حكم البخاخة وده مش هنلا بقول كده ده تفسير علمي وفتاوى من علماء الازهر وعلماء الجين اشتركوا في القناة